في كليات الشريعة عندهم أحد كليات الشريعة تتعجب في كليات الشريعة عندهم ي عندهم والمساجد اللي عندهم المساجد اللي عندهم مسكين الشاب ما يقدر يصلي حتى الفجر فيها لو صلى الفجر أكثر من يوم جرون استخبارات تشحق تصلي تتبعي جماعة أنت تتبعي طائفة حتى الصلاة بل سمعنا هذا غير متأكد مننا أنه لازم يسجل اسمه في المسجد الذي يريد الصلاة فيه ولعل هذا الكلام صحيح يعني لازم عندي إذن أني أصلي في المسجد ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها في أحد كليات الشريعة عندهم سووا 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 سمحوا لي على الكلام لكن نضحك من شر البريح كليات الشريعة يعني يفترض هذين أكثر الناس التزاما سووا مسابقة سباحة سباق سباحة شباب وبنات طلبة كلية تخيلت المنظر تخيلت المنظر سباق سباحة شباب وبنات بملابس السباحة هذا الطلبة الشريعة والذي بدأ السباق عميد الكلية عميد كلية الشريعة سبحوا لي عمداء ما احترامي لكل عمداء كلية الشريعة وبينكم تكرمون صراحة عميد كلية الشريعة عندهم هو أطلق الرصاصة رصاصة البدء وهو يطلق رصاصة البدء للسباق يقول يقول هذه رصاصة في نعش التخلف اللي كان موجود التخلف أنت الذي خرجت منه وفئتك وطائفتك أنتم أهل التخلف اسمع أيضا إلى تقرير استخباراتي عن إحدى وزارات الدولة عندهم تقرير استخباراتي على أن جريمة حدثت في وزارة من وزاراتهم وعلى أن كارثة وقعت في وزارة من وزارات شاللي صار التقرير وصل موجود صورة التقرير موجودة تقول وجدنا أن موظفات بإدارات التالية عدوهم وزارة كاملة في الإدارة المالية ست محجبات كفوا الله الله ثبتكم وأنتنا النساء وأنتنا المؤمنات لو أدى الأمر إلى فصل كن فاثبتنا لأن الله يقول وما نقم منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد إدارة الجرايات وتوابعها أربع محجبات إدارة الانخراط محجبة واحدة إدارة الشؤون العقارية محجبة واحدة طبعا كل إدارة قاعد يقولون كم محجبوا تقرير استخباراتي يعني هذين الآن هذين الأرهابيات اللابسين حجاب آخر شيء القرار اللي صدر على المحجبات عدم اتداء هذا الحجاب وعند الامتناع يحجر دخولهن إلى مقرات العمل يعني مع السلامة ويطردون من العمل يا أخواني يا أخواتي وانقعدين وانعايشين تذكرون الهجوم اللي صار على فرنسا لما منعوا طالبات الابتداء من لبس الحجاب طالبات الابتداء منعنى من لبس الحجاب قامت الدنيا ولم تقعد طيب ليس سكوت العالم عن هذه البلاد التي تمنع الإنسان المحجبة منذ أن تدخل المدرسة إلى آخر سنوات الكليات ممنوع حتى الاختبار ما تقدمه بل ممنوع عليها حتى العمل بل ممنوع حتى التواجد في الأماكن العامة بل وأنا عندي صورة يليت تشوفونها صورة رجل أمن واستخبارات واقف وجارين حجاب المرأة نازعين حجابه ويتبكي تبكي رب ومعتصماهم طلقت ملأ أفواه الصبايا ليتمي لامست أسماعنا لكنها لم تلامس نخوة المعتصمي من لنسائنا الأحرار رجل رجل من الصحابة لكن في قلب دين وإيمان ومثلنا حنن نسأل الله العافية في سوق من أسواق يهود شاف واحد من اليهود يربط حجاب مرأ بس كينة مؤمنة جاية تشتري في السوق لما قامت طاح الحجاب وضحك اليهود سوى هذا الصحابي تدرون سوى قام إليه فضربه ضربة قطع بها عنقه شروط مديدك على حجاب مؤمنة أعرفها أم لا أعرفها تنقطع اليد التي تمد على رأس المحجبات لكن الآن حكومة كاملة تتبجح بقوانينها ودساتيرها تمنع الحجاب عن المؤمنات الطاهرات العفيفات بأي دين هذا أم بأي ملح والله حتى الشيوعيين يعني أنا بسألكم سؤال محجبة في إسرائيل في إسرائيل ممنوع لها تلبس الحجاب ممنوع لها تمشي في الأماكن العامة بالحجاب في أمريكا ممنوع في بريطانيا ممنوع للأسف للأسف تعالوا إلى بلادنا نجد الويلة والمصيبة هذا الذي يحدث من ظلم للمحجبات في العالم الجزء الأكبر منه للأسف في بلادنا العربية للأسف أنا أقول هذا الكلام تركيا من زمان علمانية ومنعت لكن يعني لا زال الحجاب موجود ولا زال فيه اضطهاد لكن مو بهذه الدرجة للأسف في هذه البلاد العربية التي تصف يعني تصف حتى النبي صلى الله عليه وسلم في أحد رؤسائهم السابقين يصف بأنه إنسان بسيط يسافر في الصحراء يستمع للخرافات البسيطة هذا وصفهم للنبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم يعني في الزمن القديم تخيل تخيل يا أخي العزيز يا أختي الفاضلة تخيل أن تؤتى بمرأح مسكينة تمشي في الطريق فيأتي رجال أمن أمام زوجها أمام أولادها يضعون السلاح عليها انزع الحجاب تخيلوا وين صارت هذه انزع الحجاب تبكي تترجى الزوجة توسل ما يستطيعون ينزع الحجاب أمام الأولاد والأم تبكي والزوج يبكي لكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن طال الظلم فله نهاية ونسأل الله أن يفرج عن أخواتنا في كل ترجمة نانسي قنقر